ايه اخر التنبؤات اللي حضرتك تنبأت بيها واللي صادف وتحققت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله الذي علم الأنبياء وأودع العلم عند بعض خلقه أما بعد احنا في البداية والنهاية وفي الأول والآخر كلنا عايزين نكون نقطة مضيئة في العلم تمام؟ في بعض التنبؤات أنا قلتها أو التوقعات وهقول الفرق بين التنبؤات والتوقعات أنا قلت عشر اتحقق منهم خمسة في البلد لغاية الوقت الحالي اللي احنا بتتكلم فيه طبعا توقعت وفاة فنان شاب مات الله ورحمه مصطفى درويش عن عمري 43 سنة يعني حضرتك كنت تعرف ان الفنان مصطفى درويش الله يرحمه ففي فنان شاب متوحج ولامع هينتقل إلى رحمة الله بس انت بتبقى عارف مين هو الفنان؟ لا اللي يقع في الشخص هو العلم عند الله لكن طبعا انت بتتنبأ او بتتوقع ان ممكن يكون فيه حد من الوسط الفني متوحج جدا ممكن تكون مثلا بالنسبة له الحياة دي النهاية اقول اعمار بيا لله ده كان اول حاجة تاني حاجة وكانت مهمة جدا كان فيه مبارا للنادي الاهلي مع بيرامت زي في الكاس السوبر محللين القرى مش عايز اقول عجزوا عشان ما تبقىش الكلمة صعبة ان هما يقولوا المباراة تمشي ازاي انا قلت المباراة هتكون صعبة على النادي الاهلي وكانت صعبة جدا المباراة يكون فيها وقت اضافي المباراة يكون فيها ضربات جزاء أثناء ما المباراة شغالة وفي الاخر هنبارك للأهلي بصعوبة كنت تحس ان فريق بيرامت زي فريق عالمي مش دال فريق بيرامت زي اللي احنا من اللي عارفين ولا كلام وفعلا كان بطولة غالية لنادي الاهلي وفاز فعلا لنادي الاهلي تالت حاجة قلت ان الاسعار في بلدنا هترتاح وهتبقى شوية الرز النهاردة بعدما كان بتلاتين ستة وعشرين قلت بعض الفول والحاجات اللي موجودة نتبعها النهاردة الدهب هيتراجع وهينزل الدهب النهاردة عياره واحد وعشرين اللي هو رئيسي في البلد بألفين خمسمية وخمسين امبارح كان بألفين ستمية وشوية ولما أنا كنت بتكلم كان بألفين وتمنمية تراجع ونزل مراكم من مئتين وخمسين جنيه طبعا دي من ضمن الحاجات اللي احنا قلناها على الساحة فيه طبعا بعض طرقاتها دي مخلينها وتبقى بإذن الله في الحلقة هقول كلمة للجميع أولا ما فيش حد يقدر يتنبأ أو يعلم الغيب الغيب لا يعلمه إلا الله وربنا سبحانه وتعالى أوضع بعض أصاره في خلقه كويس ان حضرتك عارف طبعا بالضبط ان كل حاجة بتحصل بأمر لي انت بقى بتقول التنبؤات ده بالنيابة عن ايه نيابة عن ايه اول حاجة ان فيه طبعا احنا عندنا الانسان له خمس حواس لمس سمع باصر شم زوق فيه الحاسة السادسة الحاسة السادسة ديه اللي هي اللا وعي عند الانسان بتستطيع انها تستغرق ما يقب من اتنين مليون في ثواني معدودة الاضراك العادي بيتسع مثلا لخمس ست معلومات ففيه انسان مثلا بيتنبأ او بيعرف او بيتوقع بلاش يتنبأ دي عشان طبعا مش يعني الغيب لا يعلمه الا الله فبتبقى عنده لي زيادة الناس هتتفاجئ في البصل بلاش نتنبأ لا بلاش نتنبأ لا بس حضرتك في فيديوهيتك قلت انا بتنبأ لا بنتنبأ او بنتنبأ لا انت قلتني فيه فرق ما بين التوقع والتنبأ فيه فرق بين التوقع والتنبأ وانت قلت انا بتنبأ بتوقع او بتنبأ طب ما الفرق اللي بينهم الاتنين على فكرة التوقع بيكون للمدى القصير بتوقع مثلا الامطار بكرة ده توقعات بتوقع فريق هيكسب بعد ساعة ده توقعات بس انما التنبأ ده للمدى البعيد بس حقيقة بتتنبأ على اساس ايه على اساس ايه على اساس في معطيات او مقدمات بتدي نتائج وعلى اساس في شفافية عندي ما بقولك اتقي فراسة المؤمن فانه يرى بنور الله طبعا الانسان لما بيكون عنده الحساسية الزايدة الحساسة السادسة دي عند بعض الناس اقوى من الاخرين زي ما النظر عند البعض احيانا بيكون اقوى من الاخر والسمى عند البعض بيكون اقوى من الاخر الحساسة السادسة دي بتكون اقوى ممكن يبقى عدت تلاتة او اربعة ويقوله مين اللي جايد الوقتي محدش يارف فيقض واحد يقوله على فكرة لو طالع فلان او زي ما النظر يكون هو او الام مثلا في مكان بعيد فابنها يعمل حدثة او في مشكلة فتقولك انا قلب انقبض وفقلا تلاقي الولد في حدثة او في حاجة